سيدك وسيد الناس صلى الله عليه وسلمه تقولوا عايش جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد يوم عيد يوم عيد اللي هو بعض الازواج بينكد على زقته وبيبقى قاصل والله بيبقى قاصل أو اللي هو يعني حتى لو في مشكلة تجاوز المشكلة احنا في عيد ما تنكدش على نفسك ولا على زقتك ولا على اولادك ولا على بيتك لا في الوقفة ولا قبل العيد ولا يوم العيد وخلي العيد حتى لو حصل حاجة تجاوز لا زال التغافل من شيء من الكرام كن كريما وتغافل كما كان سيدنا رسول الله يتغافل ويتغاضى تغافش على الوحدة في يوم عيد فدعاني النبي سيد عشر بتقول فوضعت رأسي على هو لا تعالي تفرق على اللي بيعمله حركات كده هو الذي دعاه وضعت وضعت رأسي على منكبة جات وراه كده وحطت رأسه هنا فرأسها هنا فرأسها باينة بتشوف بتتفرج فوضعت رأسي على منكبة فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليه يا سلام يا سلام يا سلام شوفوا الجمال شوفوا الرقي شوفوا طولة البال يعني النبي عليه الصصم بعد اللي هو مشغول به ده كله والصحابة والدعوة والأمة والغزوات والمعارك وده وفلان ده ومشاكل ده إلا أنه هو لما عائشة وضعت رأسها على منكبهم ما قال لهاش مش كفاية بقى ما قال لهاش مطي الله بقى ما قال لهاش يعني مش بعتيش فيش تقول فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم أنا اللي خلاص شو بيعت فمشيت وفيه إقرار النبي لهم الناس اللي بتعمل حركاته وبتلعب دي وفيه إقرار النبي لهم وعدم إنكاره لو قلت لك في الأول لو فيها حاجة غلط ما كانش سابهم فدل على إباحته اللي هو لعب رقص الناس الرجال ده نوع من الرأس اسمه الرأس الشعبي أنت عندك مثلا في عمان مثلا الرأس والخناجر وحط الخناجر في وسطك عندك مثلا الحج اللي في بلاد خليج العربي والمملكة وكده فإدواي بيقدم بيحط رجلي قدام ورجلي وراء ويرفع رجلي اسمه الحدل وده كان موجود عمل الصحابة ده اسمه رأس شعبي الدابكة ضربة على الطابلة أو حاجة التحطيب زي ما الرأس الشعبي اللي هو عندنا في الصعيد كل دولة ولها نوع من الرأس لما يجي نتكلم عنه هقول لكم الحكم دي موسيقى 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 موسيقى